وقد وقفت على الرجل حدثني بنفسي وجدت عنده شيخنا عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد عند أبي يوسف رحمة الله الوفرة واحد من أهل الكويت الشباب الملتحين أعرف شكله ما أعرف اسمه قال أنا جاينا عند الشيخ يوسف لأنه مريت بظرف عجيب ويحدد بنفسه قال جاءني وجع برأسي شديد جدا 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 ابتدأت من المستوصف إلى المستشفيات إلى تخطيط الرأس قال والله يجمع في الأدوية مرة يقول يمكن شباب الأذن مرة يمكن العين حتى جمعت كيس أسود أعرف لماذا كيس أسود ستعب العيش يعني كيس قمامة من الأدوية وأنا رأسي بينفجر يقول لي لا ذهبت إلى أحد من السؤالين قال وزير أو وكيل الصحة ودخلت عليه معي الكيس قلت شوف هاد أدويتكم هاد بقى موت رأسي يقول تعاطف معاي وابقع لي موافقة على إيش علاج في الخارج يقول أنا الآن أملي بالله عز وجل كل من بعد الله عز وجل وحده لا شريك له أننا حين في الخارج عاد أهل يعرفون إيش فيني يقول بعثوني إلى ألمانيا اجتمعنا طباء طبيب الأذن طبيب العين أشعات يسمون هذا تخطيط ما وجدوا فيني شيئا استمعوا يرطنوا وتكلمهم ما وجدوا أي أثن أنا يقول أني تحطمت ألمانيا وجعت رأسي ما يهد أبدا قال فاجأت إلى الشيخ ويوسف حدثني إحنا في بيت الشيخ ويوسف ويوسف مجالس معنا رحمة الله داخل البيت قال وضع يده على رأسي فقال اللهم رب الناس أذهب البعث أشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك شفاء الله قال والسلام قال والله فذهب عني ما أعلم منه سنوات لا مستشفيات ولا مستوصفات ولا متخطيط ولا ألماني لا إله لله شفاء الله